أكثر من 300 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في هذا المبنى المتهارك وعلى الرغم من أن هذه المدرسة التي تأسست قبل عقدين من الزمن تقع في منطقة ساكن طبيع التي لا يفصلها عن مركز مديرية خنفر سوى بضعة كيلومترات فقط إلا أن الوضع فيها شديد الخطورة على حياة تلاميذ صغار لا يجدون مخرجا من واقع يزداد سوءا يوما بعد آخر نناشد القهات المسؤولة يعني تقديم الدعم لهذه المدرسة عبر وزارة التربية وعبر المنظمات المدنية يعني يقدموا لنا الدعم بحيث أن المدرسة كما قلت لكم سابقا أنها آية للسقوط في أي لحظة المنطقة هذه مهمولة والمدرسة هذه مهمولة ولا نظرة أي محافظة ولا أي مسؤول ينظر نكذب النظرة بس لحد الآن ما نشتي من المحاقب للمدرسة فيما تبقى من هذه الفصول المهيئة للسقوط في أي لحظة أو تلك التي تساقطت يجلس التلاميذ تحت الأشجار ويستمعون إلى شرح المعلمين متناسيين الخطور التي تهددهم وتهدد مستقبلهم التعليمي مدرسة يعني مكسرة وفي قدامها رصيف السيارات وقواطر تقزع نحن نقوم مبكرا من الصباح نذهب مع أولادنا ونحن خايفين على أولادنا من هذه المدرسة في مدرسين ممتازين بس المدرسة متضررة المدرسة مكسرة يعني قسر وشلها من وراء يتذكر الجميع هنا الحادثات التي وقعت قبل أقل من شهر حيث تهدمت القدران الخلفية لهذه المدرسة نتيجة الأمطار والسيول ونقل عشرات من كارثة كادت تودي بحياتهم اشتركوا في القناة